المجلس الأعلى البيئة خلال شهري أبريل ومايو من كل عام الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين لأسماك الشعري والصاف والعندق على أن يكون الحضر للعام 2024 خلال شهر مايو فقط ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك وقت الحضر أن يبادر في إطلاقها في البحر وذلك مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها شدد المجلس الأعلى البيئة على ضرورة تعزيز التعاون المجتمعي للإبتزام بتنفيذ القرار بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية لافتا إلى أن عملية تنظيم الصيد تعد مسؤولية وطنية ينعكس أثرها الإيجابي على كافة أفراد المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر